يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة قبل ما ادخل في تفاصيل اخبار النادي الاهلي في كأس العالم للاندية المواجهة الاولى امام اوكلند خلال ساعات ان شاء الله كان فيه خبر عاجل والجميع منتظر هذا الخبر او يعرف ايه اللي حصل فيه خلال الدقائق الاخيرة قبل غلق باب القيد واجه نادي الزمالك ازمة في قيد صفقاته السلاسة الجديدة احمد بالحاج وناصر منسي ومحمود شبانة بسبب عدم سداد المدينية المستحقة عليه لدى اتحاد الكرة او جزء منها لكن الخبر ان المسؤولي اتحاد الكرة المصري سمحوا لنادي الزمالك بحفظ حقه في قيد الصفقات الجديدة لكن نادي الزمالك ملزم بسداد 15 مليون جنيه لاتحاد الكرة غدا من اجل تفعيل قيد اللاعبين الثلاثة يعني اتحاد الكرة سمح للزمالك انهم يسجلوا على السيستم ماشي السيستم ده في الدولان او يتلحق او ما تلحقش ساعة 12 فسمح للزمالك انه يسجل بيانات التلات لاعبين بس اتمام القيد يحصل لما الزمالك يدفع لاتحاد الكرة قبل غد او قبل زهر غد 15 مليون جنيه جزء من مديونية نادي الزمالك لدى اتحاد الكرة يعني حتى هذه اللحظة لم يحسم لم يحسم قيد الثلاثة لاعبين ولكن ولكن الزمالك حفظ حقه في هذا الامر اتحاد الكرة سهل للزمالك هذا الامر عشان ما يخسرش التلات لاعبين مقابل انه بكرة يسدد الزمالك مستحقاته او مدينياته المتأخرة لاتحاد الكرة او جزء منها اللي هو 15 مليون جنيه لو الزمالك ما دفعش بكرة 15 مليون جنيه الاسماء ديت هتتشال من على السيستم وبالتالي اللعيبة لن تقيد مع نادي الزمالك تصوري توقعي هتتحل بشكل اوباخر هتتحل يعني التلات لعيبة غالبا هيلعبوا لنادي الزمالك طبعا لما الزمالك يسدد مدينياته لاتحاد الكرة غداء اكيد الزمالك مع الصفقات الجديدة ديت اللي هو محتاجها جدا هيسدد 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 والامور هتخلص حانالك شكرا شكرا